طيب خلينا نتفق إنه الحمد لله إنه الأخطاء باستثناء طبعا مطش دجلة غير مؤسر يعني الأهلي مبارح كسب التلات نقط وبالتالي الخطأ التحكيمي اللي ظهر في جول كهرباء ما كانش مؤسر فيه حسم التلات نقط لصلاح الأهلي وخدوا بالحضراتكم إحنا نتكلم على التحكيم وإحنا دايما بنأكد كندي أهلي إنه إحنا بندعم التحكيم المصري وبندعم الحاكم المصري بشكل كبير جدا بس أرجو إنه يتخذ في الاعتبار دايما إنه يبقى فيه تصحيح للأخطاء وأرجو إنه يتخذ في الاعتبار إنه الأخطاء اللي ممكن تكون مؤسرة زي مثلا مطش دجلة والبانلتي بتاع أحمد بيكهم بتقدي لاستفزاز الملايين يعني فيه ملايين أنا حضراتكم أنا النهاردة بقيت مسؤولة على إن أنا رد على التحكيم المصري يعني أنا كم الرسائل بس اللي بيجي على الموبايلات عندي فيما يتعلق بالتحكيم وأخطاء التحكيم والاجوال اللي مش محسوبة والبانلتيات اللي مش محسوبة كم كبير جدا وبالتالي فيه ملايين من جماهير النادي الأهلي مستفزة من أخطاء التحكيم أنا بقول طبعا إنه مبارح الحمد لله إنه الخطأ غير مؤثر ولو إنه حرم كهرباء من هدف شرعي كان يضاف الرصيد والحقيقة إنه بادئ السيزن كويس ويفرق معانا مهاجم رئيسي في النادي الأهلي إنه تكون روحه المعنى في السماء وإنه يكون عنده الحافزة إنه هو ينافس على الهدف لكن على كل الأحوال إنه أنا بقعد بيجا مهير النادي الأهلي وده في حدود مسئوليتي يعني ومقدرتي إنه ملف التحكيم ملف مفتوح معانا بشكل مستمر فيه السادسة ومش يعني مش هنسيبه والأهلي ماعتقدش إنه هيسيب حقه